اشتركوا في القناة تشهدون في ميدان التحرير إثرى مظهرات للمطالبة برحيل رئيس عبد الفتا حسيسي وفي رياضة الأهلية يفوز على زمالك بكأس السوبر المصري إلى التفاصيل أهلا بكم من شديد احتج عشرات المواطنين أمسا الجمعة أمام مقر قصر البلدية بمدينة تنجا تنديدا بتفويت بعض الشوارع والمواقف بالمدينة إلى شركة سوماجيك التي يعانون منها بشكل كبير زميلة نسل عمري تابع الموضوع وعد لنا روبرتاج التالي سوماجيك باللي جات جابت غير البهدالة جابت غير البهدالة بايكوت لن يموت بايكوت لن يموت كيف ما كتعرفوه التغلغول ديالهات الشركة هذي اللي كان عانيوا من نحنا في مدينة تنجا بحكم انها كتعقل السيارات مهم هذا الموضوع اذا كنتم كتعرفوه ولكن التغلغول دياله والتفويت اللي كان شوفوه مرشيات كيديدوا التطاونات الشركة هذي في دولة غامضة بلد تشي معلومة عينما نحاولون نرسلوا الجهات المعنية ما كانت توفروا على تشي معلومة حاليا تمت المصادقة على انهم يفوتوا لمرة اخرى عاود الفوريان اللي هو المحجز البلادي والديباناج يعني السيارات اللي كانت تقوم بحاجز السيارات فسوماجيك عاودية اللي غات لفازت بهذه الصفقة هذي فازت طبيعة حال بوحدي نبقى بمدينة تنجر دائما حيث نظم مرسط حماية البيئة والمآثر التاريخية أمس الجمعة ندوة تقديم دراسات التي أنجزها بشركة مع المعهد الوطني الديمقراطي حول موضوع الماء والحكمة المحلية وذلك في إطار أنشطته المتعلقة بالمساهمة في الحفاظ على أثروات الماء عدى لزميلين أنس العميري وأنشاء صروح كيجي تنظيم ديال هاد الندوة حول الماء والحكمة المحلية في إطار دراسة اللي قام بها المرصد بشاركة مع منطمة أمريكية نيد ناسيونال اندو مدفور ديموكراسي وهي دراسة اللي كجي في إطار واحد المشروع اللي احنا قايمين بهدي مدة سنة وربما كتذكروا ففي شهر مارس كانت تنظيم ديال ملتقاج هو الأول من تنجح حول الماء هذا الدراسة هذه وهذا المشروع بصفة عما جاء كما كتشفوه أن الساحة المغرب كيعرف الأوين الأخيرة واحد مشاكل كبيرة متعلقة بالماء ومتعركة ديال عدم التوازن في التساقطات واحد عدم استقرار ديال المخزونات المائية داشن بيت صحافة بتنجى أمس الجمعة موسمه الإعلامي والثقافي الجديد بتنظيم درس الافتتاحي حول موضوع راهن قطاع الإعلام بالمغرب القاهل أستاذ يونس مشاهد رئيس المجلس الوطني لصحافة ورئيس الاتحاد الدولي لصحفيين المتبع لإنشاء سروح وبيلال كمل أعتقد بأن السؤال الكبير اللي مطرح هو كيف يمكن للصحافة والإعلام أنها تلعب دورها الحقيقي اللي من المفترض أنها تلعبه في المجتمع هي أنها تقدم أخبار لهي صادقة تكون كتشتغل طبقا لأخلاقيات تقدم صحافة الجودة ومشي كنحمل المسؤولية هنا فقط غير الجرائد الورقية والإلكترونية ولكن نتحدث كذلك عن المجال السمعي البصري وأيضا لا بد أن لا ننسى الإعلام العمومي اللي لا بد أنه توقص يلعب دوره في الخبر في أنه يخبر المجتمع لأن المجتمع عنده الحق في الخبر يخبره بما يحصل يكون فيه إمكانات المناقشات الحقيقية على مختلف الأوضاع والقضايا والحوادث اللي حصل في المجتمع إذن هذه مسؤولية جماعية لا يمكن نهائيا أن المجلس الوطني للصحافة بوحده يحقق هذه الاستراتيجية أو هذه الهدف في موضوع آخر نفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع صحة وثيقتين يتم تدولهما في مواقع التواصل الاجتماعي على أنهما صادرتين عنها بلغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أوضح أن مشموعة من الصفخات الأجنبية في موقع التواصل الاجتماعي كانت قد تدولت وثقتين مشوبتين بالتزوير المفضوح والتحريف الخطير زعمت فيها بشكل تضليلي أنهما صادرتين عن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية مزعومة تتعلق بهوية مواطنة مصرية من أصول مغربية تعتنق الديانة اليهودية وتزعمان أنها وليدة الرئيس المصري عبد الفتا حسيسي البلاغ أضاف أن المديرية تكذب صحة الوثيقتين في الشكل والجوهر وتشدد على زوريتهما وصوريتهما وتؤكد في المقابل بأنها ستباشر الأبحاث اللازمة تحت إشرف نيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن مصدرهما وخلفيات تدولهما بالمغرب ارتباطا بذات الموضوع نفتح الملف الدولي من مصر حيث خرجت المظاهرات أمس الجمعة في بعض المدن منها القاهرة والإسكندرية استجابة لدعوات تم إطلاقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل رئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكن الشرطة فرقتها سريعا وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص الذين تجمعوا في الإسكندرية والمحلة وضميات وكذلك في السويس ونشرت على الإنترنت لقطات من المظاهرات التي هتف فيها العشرات إرحل ياسيسي باستخدام وسم ميدان التحريد في القاهرة جرت اعتقالات خلال مظاهرة الليلية في مدان التحريد الذي شكل مركزا للثورة ضد حكم الرئيس حسني مبارك عام 2011 وأطلقت شرطة الغاز المسيلة لدموع على المتظاهرين في محيط الميدان وكان هناك انتشار أمني كثيف دوليا دائما إلى فرنسا حيث أعلنت السلطات نشرة 7500 شرطي اليوم السبت في باريس استعدادا لمظاهرة جديدة لمحتج حركة السطرات الصفراء التي بدأت قبل عشرة أشهر احتجاجا على السياسات الضريبية والمالية للحكومة قبل أن تتحول إلى احتجاج ضد الرئيس إمانويل ماكرون وتتزامن المداهرة مع مسيرة مطالبة بالتحرك من أجل المناخ والاحتفالات باليوم الوطني للتراث الأوروبي وتخشى وزارة داخلية ومديرية الشرطة عودة العنف إلى شوارع العاصمة التي لم تشهد اترابات منذ 16 مارس الماضي كما تخشى تخريب متاجر في جادة الشونزيليزي من جهة إضعى رئيس إمانويل ماكرون راغبين بالتظاهر اليوم السبت للقيم بذلك في هدوء والسيمن التظاهر المقررة تتزامن مع أيام التراث الأوروبي ومظاهرة أخرى من أجل المناخ من الشأن الدولي إلى الشأن الرياضي حيث خاض المنتخب الوطني للعبين المحليين مسامس الجمعة آخر حصة تدريبية قبل المباراة التي ستجمعه اليوم السبت بالمنتخب الشساري ويدخل هذه المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لحساب ذهب الدور الفاصل المؤهل لكاس إفريقيا للعبين المحليين وركز الحسين عموت مدرب المنتخب الوطني للعبين المحليين في هذه الحصة التدريبية التي امتدت لحوالي الساعة على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء اليوم جدير بذكرنا مباراة المنتخب الوطني للعبين المحليين أمام المنتخب الجزائري ستنطلق على ساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساء في الرياضة دائما توجى فريق الأهلية المصري باللقب كأس السوبر المصري بعد الفوز مساء مساء الجمعان غريمه التقليدي الزمارك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فالمباراة التي جمعتها بملعب برج العرب الإسكندرية وأنهى الأهلي الشوط الأول من المباراة لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما نيجيري جونيور وحسين شحات في دقيقتين تسعة عشر وثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط ثم عزز تقدمه بهدف ثالث سجله أجاي أيضا في دقيقة تسعة والأربعين لكن الزمارك رد بهدفين سجلهما محمود على مدفع الفريق من ضربتين جزاء في دقيقتين الرابع وستين وسلسة وسبعين وحقق الأهلية لقب الثاني على التوالي والحد عشر في تاريخه في السوبر المصري في حين تجمد رسد زمارك عند ثلاثة ألقاب في المسابقات ذاتها مشاهدين نكتفي بهذا القدر ونصل وإياكم إلى ختم نشرتنا هذا شكرا لكم دائما على حسن التتبع ولمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني كاب 24.2 إلى اللقاء اشتركوا في القناة